كان الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس كوريا الجنوبية مون جي إن قد شهد بقصر الاتحادية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين جاءت في مقدمة الاتفاقيات التي شهد توقيعها الرئيسان السيسي والكوريا الجنوبي مون جي إن مذكرة تفاهم وقعتها وزير التجارة والصناعة نيبين جامع مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية للقيام بدرسة المشتركة حول جدوى الشركة التجارية والاقتصادية بين البلدين كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي مع صندوق الإلمائي للإقتصادية للأعوام 2022-2026 بقيمة مليار دولار ووقعت حكومة مصر وكوريا الجنوبية وثيقة ترتيبات بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة 251 مليون دولار كما تم توقيع وثيقة خطابات متبادلة بشأن ملحة لا ترد بقيمة 17 مليون دولار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر